الخامسة مساء في القاهرة أهلا بكم نشرة إخبارية مفصلة نبدأها دائما بالعناوين الرئيس السيسي يتوعد كل من تسبب في حادث قطى رئيس هاج بالجزاء الرادع ويوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أسر الشهداء والضحايا مع إعلان الصحة وفاة 32 شخصا وإصابة 108 في حادث سهاج رئيس الوزراء وعدد من الوزراء يتوجهون إلى سهاج لمتابعة إجراءات التعامل مع الحادث وفي أخبار الرياضة متابعة عودت بعثة منتخب الفراعين من كينيا بعد حسم التأهل إلى الكاميرون 2021 بحثا عن النجمة الثانية أتحية مجددة المشاهدين الكرام تفاصيل النشرة يتابع رئيس عبدالفتح السيسي الحادث الأليم الذي وقع اليوم بين قطارين بمحافظة سهاج وأوضح الرئيس عبر صفحته على موقع تواصل الاجتماعي فيسبوك أن الألم الذي يعتصر قلوب المصريين اليوم لن يزيد الدولة إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث ووجه الرئيس السيسي رئاسة الوزراء والأجهزة المعنية كافة بالوجود في موقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاته بالتطورات كافة والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة وشدد الرئيس على أن ينال كل من تسبب في هذا الحادث الأليم الجزاء الرادع وتوجه الرئيس السيسي بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم وقدم سيادته كامل المواساة والدعم والأمنيات بالشفاء العاجل بأمر الله لأسر المصابين كما وجه الرئيس الأجهزة المعنية كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا من جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان وفات 32 شخصا وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز تهطى في محافظة سهاج وأوضح خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أنه تمت زيادة سيارات الإسعاف إلى 74 سيارة مشيرا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات طهطة وسهاج التعليمي والمراغة وسهاج العام وأوضح مجاهد أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات حيث تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع المستشفيات بمحافظات سهاج وأسيوت والأقصر وقنة وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى توفر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سهاج كما تم الدفع بأكياس دم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سهاج وتابع مجاهد أنه يتم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سهاج أقلعت طائرة تحمل فرقا طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سهاج وفقا لتوجهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان يذكر أن وزيرة الصحة والسكان توجهت لمحافظة سهاج قبل قليل لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في الحادث في الوقت ذاته نفت وزارة الصحة صحة المعلومات المتداولة في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعية بمنشدة وزيرة الصحة والسكان المواطنين لأن يتبرعوا بالدم لمصابي حادث قطاري سهاج وأكد توفر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سهاج هذا إضافة إلى 30 ألف كيس دم كمخزون استراتيجي تم دفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بالقاهرة ونشدت وزارة 3000 كيس دم ونفت وزارة الصحة وسائل الإعلام ومرتدي مواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول معلومات دون تحر الدقة كذلك الحصول عليها من مصادرها الرسمية أصدرت هيئة السكك الحديدية بياناً أوضحت فيه أنه أثناء سير قطار رقم 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطة تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين وعليه توقف القطار وفي هذه الأثناء تجاوز قطار رقم 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمفور 709 واستضم بمؤخرة آخر عربة بقطار رقم 157 ما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار رقم 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات كما أكدت الهيئة أنه تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث وجار المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسير حركة القطارات على الخط هذا وقد وصل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وكل من وزراء الصحة والتعليم العالي والنقل والتضامن والتنمية المحلية وصلوا محافظة سهاج من أجل متابعة إجراءات التعامل مع حدث تصادم القطارين وزيادة المصابين وكلف رئيس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب الحادث وشدد على عدم التهون مع أي خطأ أو تقصير وأنه ستتم محاسبة المتسبب عن الحادث كما وجه جميع الوزراء والجهة المعنية بتسخير كل إمكانتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم وعبر رئيس الوزراء عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث وتوجه بخالص العزاء لأسرهم كما تمنى الشفاء للمصابين للمزيد من المتابعة مشاهدي الكرام ينضم إلي من سهاج رفعة محمد رفعة مرأس الأخبار مصر من سهاج أهلا بيك رفعة وكل التحية يعني تتطور الأوضاع كل لحظة وحدثناك منذ فترة الآن وصل عدد المصابين بشكل رسمي إلى 108 فيما ظلت الوفاة عند 32 وفاة يعني ما هي آخر الأخبار والمستجدات لديك؟ محمد يعود أن أقول لك ربما سيرات الأسعاد توقفت بالفعل منذ قليل عن نقل أي مصابين جهد الضغاء هذا الحد ربما الرقم صوت يتوقف عند هذا الحد لا يوجد أي إصابات الآن في هذا في مكان الحادث كل الحالات تقريبا تم نقلها إلى مستشفى المحافظة خلاص ما ما أشفي حالات لم موجودة داخل القطار أو خارجه؟ الآن لا يوجد أي حالات يعني أنا موجود في مقر المكان لا يوجد أي حالات أو أي مواطنين ربما ما زالوا متأثرين أو ما زالوا في العربات التي أثرت بالحادث المروع زي ما أنت قلت سيد رئيس مجلس الإجراء وصل منذ قليل وهو الآن في مستشفى سهاجي التعليمي وهناك جولة أخرى لباقي المستشفى المحافظة لتأكد على سرعة الإجراءات الطبية والصحية المستخزة للمصابين الموجودين في هذه المستشفىات أيضا وصل منذ قليل وصل الوافد من هيئة النابة العامة لطحف موقع الحادث وإعداد بيان تفصيلي عن ملابسات الحادث والأسباب الرئيسية وراء هذا الحادث كل أجهزة المحافظة في حالة استنفار كان هناك تنفيذ مع محافظة السيوط شمالا ومحافظة هنا جنوبا حال الحاجة مدريت الصحة في محافظة سهاج وفرت مستشفى ميداني متنقل بالصرب من مكان الحادث هيئة حالات قبل نقلها إلى المستشفىات المحافظة أنا عرض أقولك أن معظم الحالات المصابة موجود في المستشفىات المحافظة حالتها يعني معظمها حالتها في المنطقة المتوسطة هناك عدد قليل حالته حرجة بيلقى حساب ورعاية صحية معظم التقرير الصبية بتقول أن حالات المصابين ما بين سسور وسحجات وكدمات متصرقة في أنحاء الجزء وضمت بعض ساعات قليلة عدد كبير منهم يخرج من هذه الحالة هذا طبيعي ومفهوم كان دكتور خالد مجاهد قد صرح أن الحالات من متوسطة ما بين متوسطة إلى شديدة الخطورة والحالات يمكن الأرقام الرسمية النهائية لم تتضح بعد بشكل ختامي لكن دعني أسألك أنت أقولت أن هناك حالة استنفار في المحافظة والأجهزة التنفيذية كذلك جهة التحقيق أعتقد أن الأدلة الجنائية والفريق الذي تم تكليفه من نيابة العامة بدأوا بالفعل في إجراءات عملهم هل تؤكد ذلك؟ بالضبط هو موجود طريق من قدرة البحث الجنائي في مدرس أمن سواج على أعلى مستوى وأيضا هناك طريق من نيابة العامة كان منذ قليل في موقع الحادث بيرفع كل أثار الحادث وإعداد تقريب مفصل عن سبب الحادث هناك أقول لك كل أجهزة المحافظة موجودة الآن في مكان الحادث كلهم بيحاول يتعج للمحاولة التختيك على المصابين وحتى فيه بعض من أسر المصابين ورحلات الوفاة وصل الآن إلى مقر الحادث فيه عندنا مدرسة ضغط مع عبد من الجمعات الأهلية بتحاول برضو تشارك الجهاز التنفيذي فيه يعني تقليل أو التختيف على الحالات تفاصيل مهمة لمشهد وطني مهم رحم الله شهداء هذا الوطن وإن شاء الله ندعو للمصابين بتمام الشفاء شكرا جزيلا لك رفعة محمد رفعة مراسل أخبار مصر انتقل فريق من النيابة العامة لموقع حادث تصادم قطاري سهاج لإجراء التحقيق تنفيذا لأمر النائب العام المستشار حماد الصاوي وهابت النيابة العامة بجميع الجهات للتزام بعدم إصدار أي بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع الحادث مؤكدة أنها تتولى التحقيقات لكشف أسباب وقوعه كما أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي بفتح تحقيق عاجل في الحادث وتكليف اللجان الفنية المختصة بالفحص وتقديم تقاريرها للنيابة سريعة أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اتصالة هاتفية مع محافظي أسيوت وقناة والوادي الجديد لرفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتجهيز الأطقم الطبية والتنسيق المستمر مع محافظة سهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة حادث قطاري سهاج وأشار شعراوي في تصريحات عقب وصوله المحافظة لمتابعة الحادث إلى أن محافظات أسيوت وقناة والوادي الجديد قامت بدعم محافظة سهاج بعدد من سيارات الإسعاف للمساعدة في نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج مضيفا أن هناك توجيهات لكل المحافظات المجاورة بتسخير الإمكانات كافة للتعامل مع أثار هذا الحادث الأليم هذا ونعى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بكل حزن وأسى ضحايا حادث قطاري سهاج داعيا المولى عز وجل أن يربط على قلوب أهالي ضحايا وذويهم وأن يرزقهم الصبر والسكينة وأن يمنع على المصابين بالشفاء العاجل كما نعى مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام ضحايا حادث تصادم قطاري سهاج وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم هذا وبعث مالك البحرين حمد بن عيسى الخليفة برقية تعزية ومواساة للرئيس السيسي في ضحايا حادث قطاري سهاج وأعرب العهل البحريني في رسالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لرئيس السيسي وشعب مصر وأسر ضحايا دعيا المولى عز وجل أن يتغمض الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمنع على المصابين بسرعة شفاء العاجل وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه كذلك بعث أمير الكويت الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتح السيسي عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الحادث بسهاج سئلا المولى عز وجل أن يتغمض الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمنع على المصابين بسرعة الشفاء والعافية كما أعرب السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص التعازي والموساة لمصر قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا حادث تصادم القطارين كما أعرب عن صادق مشاعر التعزية والموساة لأسر الضحايا وقد أكدت الخارجية الأردنية تضامن المملكة مع حكومة وشعب مصر في هذا المصاب الأليم وأعربت عن خالص تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين كذلك قدمت الخارجية العراقية تعازيها لمصر حكومة وشعبا في ضحايا حادث استضام القطارين كما نعى رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بورغر ضحايا حادث تصادم قطاري سهاجة وقال سفير الاتحاد الأوروبي في تدوينة له إن جميع أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة يتقدمون بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن نسبة أعمال التكريك لإزالة الرمال المحيطة بسفينة الحاويات البنمية الجانحة بلغت 87% وأوضح أن أعمال التكريك بدأت أمس على بعد 100 متر من السفينة واقتربت اليوم حتى مسافة 15 مترا منها وأكد ربيع أن أعمال التكريك تتم بمراعاة أقصى معايير الأمان الملاحي وذلك مع مراعاة الحفاظ على مسافة آمنة من السفينة وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه عند الوصول لمسافة معينة منها لن تستكمل أعمال التكريك وسيتم الاستعادة عنها بالانهيارات الترابية التي ستتم من تلقاء نفسها هذا ومن المقرر استئناف تجارب شد سفينة الحاويات البنمية بوسطة قاطرتين فور انتهاء أعمال التكريك المستهدفة يأتي هذا فيما ثمنت هيئة قناة السويس عرض الولايات المتحدة المساهمة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بالقناة وعربت الهيئة عن تطلعها للتعاون مع واشنطن في هذا الصدد معتبرة أن هذه المبادرة الطبية تؤكد علاقات الصدقة والتعاون بين مصر والولايات المتحدة كما أعربت الهيئة هيئة القناة عن امتنانها لجميع العروض التي تلقتها من أجل المساعدة في هذا الشأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لحديث الولادة وحتى خمس سنوات للمصريين وغير المصريين في الفترة من 28 مارس والمدة أربع أيام التطعيم آمن وبالمجان في جميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومن شقة لشقة من خلال فرق مدربة تأثير فيروس كورونا على الأطفال المصابين بأمراض الضغط والسكر والغدد الصماء وكيفية التشخيص المبكر لأمراض الكلا والضغط ونقص الأنيمي عند الأطفال هو ما كشف عنه الأطباء المختصون خلال فعاليات المؤتمر العلمي للغدد الصماء وطب الأطفال في الممارسة العملية نتابع خلال فعاليات المؤتمر السنوي الإبك للغدد الصماء وطب الأطفال في الممارسة العملية الذي يأتي في إطار التعليم الطبي المستمر كشف الأطباء المختصون عن بروتقلات علاجية للعديد من الأمراض لدى الأطفال كالسكر والغدد الصماء ومدى تأثير فيروس كورونا المستجد على تلك الأمراض الضغط في الأطفال له أسباب ولازم ندور عليه ولازم يحصل كشف مبكر عليه والأسباب قد تكون أسباب في القلب أو أسباب في الكلة أو أسباب في الغدد الصماء وإحنا الحقيقة عاملين جلسة قوية جدا في هذا المجال وطبقين زي منشورات عن الجداول المختلفة والشارس المختلفة زي دكتور الأطفال يستخدمها كمان بنتكلم عن التكنولوجيا الحديثة في السكر في دلوقتي عندنا مضخة الإنسولين عندنا الحساسات والسنسورز اللي هي بتساعد على متبعة السكر الدورية للأطفال على مدار 24 ساعة بحيث أن الأهالي يبقوا مطمئنين ويقدر نوفر كل أساليب التكنولوجيا الحديثة في أنها تحسن جودة الحياة لهؤلاء الأطفال لكل يوم في حاجات كتيرة يعني مش عاوزة أدخل في حاجة معينة بس مثلا في إعطاء الإنسولين في حاجات كتير وفيه مولوكيولز أو حاجات طلعة جديد في الكلا نفس الكلام في الضغط فيه توصيات مثلا المحاضرة بتاعتنا النهاردة هتكلم على الضغط في الأطفال وإزاي أنه هي دي حاجة إحنا يمكن لما أقول أن طفل عنده ضغط كتير مش هيبقى فاهم يعني إزاي طفل يبقى عنده أساسا ضغط وبالتالي فيه حاجات الحقيقة إحنا بنشوفها وبنحاول أن إحنا نعمل أورنس وتوعية به كما تم خلال المؤتمر الكشف عن برامج وبرتكولات التغذية العلاجية وتأثيرها الإيجابي في نمو الأطفال وبخاصة الأطفال وحدية الولادة من أهم عناصر التغذية هو يعني إزاي نحافظ على أو أن الماء يتكون في الجهاز التنفسي العلوي الجهاز التنفسي العلوي مروي ورطب علشان يمنع افتكاز الفيروس مهم ناخد نظام غذائي متوازن فيه كل العناصر الغذائية والمجموعات الغذائية طبعا الفيتامينات والأملاح والمعدن حدث ولا حرج عن فيتامين سي والزينك وفيتامين دال أنا بنائش يعني مشكلة فيتامين دال وهو المايسترو بتاع الجسم فيتامين دال مهم جدا أن احنا نحلله الأول وبعدين ناخد فيتامين سي يعني إمداد منه علشان نقاوي المناعة خصوصا في هذه الفترة أنصح الأم الأول من وهي حامل تاخد بالها من نفسها ومن تغذيتها عشان ده كله بيروح للطفل فأنتي أهم حاجة تاكلي كويس تاخدي فيتاميناتك اللي الدكتور أيلك عليها تنامي كويس علشان صح الطفلك تبقى كويسة في حبل صوري بينك وبينه موصل الغذاء اللي نزلك ليه فأنتي طول ما أنت صحية كويسة أو أنت حامل الطفلة ينزل كويس نيجي بقى نتكلم على الطفلة حديثي الولادة كل مرحلة عمرية بتحتاج فيتامينات معينة في أول ما بيتويلت طبعا بنحب ندي فيتامين دي عند الشهر الرابع بنبتدي ندي حديث علشان المخزون اللي واخده منك ابنك وهو جوا بطنك بيبتدي يخلص فمحتاج حديث تاني ندهوله بجرعات وقائية طبعا تحت استشارة الطبيب في أوقات ساعات بنحتاج ندي الأطفال كالسيوم وأوقات لا ودي لازم الدكتور هو اللي يحكم فيها على الرغم مما حمله المؤتمر من مردقلات علاجية مستحدثة لعلاج أطفال مرضى السكر أو الحاملين للفيروس كورونا محمد حلمي التلفزيون المصري نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوف مما يهدد بانهياره وأكد المركز أن الصور المتدولة في هذا الشأن مزيفة وأضاف أن منطقة هطبة الأهرام الأثرية ترتفع عن باقي المنطقة المحيطة بها وأن كل ما يقع أو يحدث أسفلها يبعد تماما عن الأهرامات ولا يمثل أي خطورة عليها تواصل وزارة الداخلية المرحلة السابعة عشرة للعمل في مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي تستمر لمدة شهر وتأتي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك تهدف المبادرة إلى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في أفرع السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة والمنافذ والمعارض التي تم إقامتها لهذا الغرض على بعد أمتار قليلة من قاعة المؤتمرات وداخل إحدى الساحات باستاذ القاهرة معرض كبير أقامته وزارة الداخلية بالتنصق مع مسؤول عدد من الشركات لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة في إطار مواصلة فعاليات مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية وتستمر على مدار شهر تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك نشارك في المعارض الموجودة ويستد الكاهرة على مساحة ألفين متر بجوار كاعة المؤتمرات الدولية ومعرض ميدان رمسيس ومعرض ميدان التبا بمدينة نصر ومعرض إنبابا شارع ترعة السواحل ونقدم في هذه المعارض منتجات متنوعة تخص الأسرة بنسبة خصمات تصل إلى 50% من ملابس ومفروشات وسجاد وأدوات منزلية ويميش رمضان ومواد غذائية وكل يوم يخص الأسرة المجتمع نحن شركة ملابس جاهزة مشاركين في المعارض بتاع كلنا واحد مبادرة أستاذ الرئيس في أستاذ القاهرة حابب هيجي لها أسعار مش هيلقيها في السوق المصري نحن نبيع بقال من سعر الجملة جزء مخصص هنا للخضروات والفاكهة بجواره مكان مخصص لعرض مستلزمات رمضان إضافة إلى سلع غذائية استراتيجية معروضة في جانب آخر من المعرض الذي يضم أيضا المفروشات وما يحتاجه البيت المصري كل تلك المعروضات بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% نعمل خصم حوالي 60% على السجاد والمفروشات وأحنا تاني مرة نشترك في المبادرة دي المبادرة الأولية نجحنا نجح كبير جدا والناس استقبلت المبادرة كواس جدا نحن الأول مرة بنشارك في مبادرة السيد الرئيس كلنا واحد بنشارك عشان نرفع عن الكاهل المواطن البسيط نحن بنقدمه أجود أنواع الطمور بدون أي تكلفة أو بدون أي تحميل هامش ربح على المنتج فرح بلدنا كمان وكمان طيبت ولد ثلاثة جدان نتشافة هي مش بس كلام شب حتي إحفق لك حواليك عايشين وكل أملون فيك ومسدقين كل بسرعة أسعاركم عيسر جدا جدا ومخفضة ويعني حيات جميلة جدا جدا وريدت يعني تبضل أكتر وقت ممكن موجودة حاجات رخيصة يعني أنا أقدر الوقت أشتري في الأول ما أشتريها تفرقت على الحاجة كلها والله سعار حلوة مرتاحة شكرا الرئيسي استيسير قدمنا المبادرة حلوة ديو ويشارك في المبادرة 750 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية يتوفر فيها سلع غذائية ومعمرة ذات جودة عالية وللتيسير على المواطنين في الوصول إليها تم الإعلان عن أسمائها وأماكنها على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية كما أقيمت عدد من المنافذ والسرادقات في الشوارع والميادين بالمحافظات لإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بهدف تخفيف الأعباء عنهم ودعم الأسر المصرية لتلبية متطلباتهم بخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك يعكس التنوع الكبير في المعروضات من سلع غذائية وغير غذائية في مبادرة كلنا واحد والإقبال من المواطنين على الشراء مدى التخفيضات الحقوقية التي توفرها وزارة الداخلية وتحرص عليها من خلال هذه المبادرة من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين عبدالبركات التلفزيون المصري نهاية الخامسة وهذا تذكير بأهم عنوينها الرئيس السيسية توعد كل من تسبب في حادث قطري سهاج بالجزاء الرادع ويوجه بتخذ الإجراءة اللازمة تجاه أسر الشهداء والضحايا مع إعلان الصحة وفاة 32 شخصا وإصابة 108 في حادث سهاج رئيس الوزراء وعدد من الوزراء يصلون سهاج لمتابعة إجراءات التعامل مع الحادث مسبيرو دوت إي جي دائما للمزيد رحم الله شهداء هذا الوطن ومتعكم بموفور الصحة والأمان شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة